احنا حتى واحد داخلي الستوديو فقلت ياه استوديو عشرة احنا عملنا هنا عشرات الاعمال اه اه والله المكان هنا جزء من التاريخ طبعا ده جزء من تاريخي ومن جزء من تاريخ البلد هنا استوديو عشرة عملنا مسلسلات كثيرة جدا اولها لا اله الا الله محمد رسول الله والكعب المشرفة وغير وغيره من الاعمال الرمضانية اللي كانوا بتزاعب بعد الفطار مباشرة احنا مصر كانوا بتبث لجميع انحاء العالم والعالم العربي خصوصا وانا خارج من الشغل بعد صهر ليلة طويلة جدا يعني دخلت مثلا اولي الساعة 12 اه الاثناشر الضهر شغلين على طول على طول خلصنا الساعة 8 صباحا تاني يوم تاني يوم فانا خارج مروح وقفت في المدخل ابوص كده لقيت شرائط كان زمان شرائط للحلقات كبيرة كده زي الشنطة قولونها رمادي كده لقيتها مرصوصة وعليها اسام البلاد اللي سافرالها الحلقات دي رايحة المطار مكتوب المغرب الجزائر موريتانيا تونس اليمن العالم العربي كله الحلقة دي اللي موجودة على الارض دي وراحة المطار احنا مخلصينها اول مبارح ودخلت المونتاج وبقت جاهزة عشان تروح لهم تسافر شوف كنا بنبث مصر بتبث لكل المنطقة في وقت واحد بعد الفطار ثقافة جامعة مسيطرة موجودة من اول موريتانيا لحد العراق اه والله هذا احنا عيشنا فيه ده شيء مهول ده شيء مهول اه